السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على احضاراتكم ازاي نوسع مساحة بدون ما نفقد الويندوز. بدون ما نفقد البيانات اللي موجودة على الجهاز. وفي نفس الوقت بدون ما نستخدم اي برامج. لو حضرتك حابب تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? بمنطقة البساطة نروح رايحين على كائمة ستارت. نضغط كليك يمين. رايحين عند حاجة اسمها ادارة الاقراس. وننتظر لحديث ما ادارة الاقراس تفتح معنا. هنبدأ نكبرها. زي ما حضرك شايف كده انا عندي هاردين ديسك. الهارد الاولاني مئتين ستة وخمسين. وده اللي عليه السيستم. ومتقسم لبرتشن السي. وبرتشن تاني اسمه بي. والهارد التاني ده اللي هو هارد الداتا ده هارد من الهاردات الميكانيكية القديمة اللي هو اتش دي دي. طيب انا عايز دوقتي ازود مساحة برتيشن السي بدون مخسر الويندوز. وفي نفس الوقت. بدون مخسر الداتا اللي موجودة على برتيشن الاي. هنعمل ده ازاي? طبعا برتيشن الاي عليه ملفات وداتا هوريها لحضرتك. هيفتح معي. زي ما حضرك شايف كده برتيشن الاي. في داتا موجودة عليه. طيب هنوسع برتيشن السي ازاي? كل اللي احنا هنعمله. هنقف على برتيشن اللي هو البي. ونختار حاجة اسمها تقليص مساحة البرتيشن. وهنا نبدأ نكتب الجيجات اللي احنا عايزينها. اي واحد جيجا يعادل الف اربعة وعشرين جيجا. فحضرك هتشوف المساحة اللي انت عايزها وتضربها في الف اربعة وعشرين. انا هنا هاخد ستين جيجا. فهضربهم في الف اربعة وعشرين. هيطلع واحد وستين الف ورقعمية واربعين. ابدأ امسح زي ما حضركتش شايف كده اظهر معي برتيشن جديد. طبعا ده هو لازم اعمله وحدة تخزين جديدة. اضغط على ابتالي ابتالي ابتالي. تمام? واضغط على انهاء. هيبقى عندي برتيشن جديد مساحته ستين جيجا بايت. تمام? وعلى طول فتح معي زي ما حضركتش شايف كده. تمام? طيب. ابدأ ادخل على جهاز الكمبيوتر بتاعي. تمام? وابدأ اعمل الخطوة المهمة دي. زي ما حضركتش شايف كده? ده البرتيشن الجديد اللي انا عملته ستين جيجا. وده البرتيشن القديم اللي هو آآ كان عليه الداتا. هعمل ايه بعد وقته? بص حضرتك بمنطقة البساطة. هتروح واخد الداتا دي كلها. آآ قص. تمام? وترجع تحطها في وحدة التخزين الجديدة اللي احنا لسه عاملين لها عملية ان شاء. تعمل لها عملية لصق. تمام? هتتنقل معك بمنطقة البساطة. تمام? زي ما حضرك شايف كده الداتا تم نقلها بنجاح. طيب. هرجع مرة تانية على اللي هو آآ ادارة الاقراص. تمام? وانتظر لحديث ما تفتح ادارة الاقراص. تمام كده? عندي بارتيشن اس تي ها. تمام? وده البرتيشن اللي هو البي اللي انا نقلت منه الداتا اللي بارتيشن اللي اللي انا عملته ستين جيجا. ابدأ اقف عليه. واضغط على حاجة اسمها حسف وحدة التخزين. انا مش مكتاجة خلاص نقلت الداتا اللي عليها. اصبح عندي سبعة وسبعين جيجا. وعندي بارتيشن اس تي زي ما هو كده. عايز بقى ازوده. كل اللي انا هعمله. اضغط عليه كليك يمين. واختار حاجة اسمها تحت توسيع وحدة التخزين. وضغط على التالي. كمام كده? وضغط على التالي. وانهاء. هتنضم اللي هي المساحة ديه لبرتيشن اس تي. زي ما حدرك شايف كان البرتيشن قبل كده مية جيجا. دوقتي بقى مية سبعة وسبعين جيجا. يعني المساحة اللي انا خدتها من البي دفتها ليه. فاصبحت مساحته مية سبعة وسبعين جيجا. ابدأ في المحرك الاقراس. افتح. نشوف بقى مساحة بارتيشن اس تي عندي. الاحز ان انا زودت بعد ما كانت مية جيجا بقت مية سبعة وسبعين. وفي نفس الوقت اللي هو بارتيشن الاي موجودة على الداتا بتاعتي اللي انا نقلتها. ما حصلش فيها اي مشاكل. يبقى بكده قدرت ان انا ازود مساحة بارتيشن اس تي. واحافظ على الويندوز. واحافظ على الداتا اللي كانت موجودة في البرتيشن اللي جنبي. ان انا نقلتها البرتيشن جديد انا عملته. وخدت المساحة اللي اقتطعتها من البرتيشن القديم ضفتها لبرتيشن اس تي بدون ما نستخدم اي برامج. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته